الكرام نوصل أخبارنا إن تعرضت العديد من المحاصيل الزراعية في عديد الولايات للتلف وهذا بسبب أمراض فطرية وهو ما ضعف من متاعب النشطين في هذا القطاع تفاصيل هذا الموضوع مع سلف دامش أمراض فطرية فتكت بمنتوج الطماطم وأنواع أخرى من الخذر ناهيك عن ارتفاع في درجات الحرارة والعدام التسويق هو حال النشاط الفلاحية ببلدية صوفيان بولاية باتنة والأمر عينه بولاية سكيدا وشلف وغيرها من الولايات التي تتخبط في نفس المشاكل فاتجها فلاحوها لتخفيض من إنتاج الطماطم لتفادي كسادها مثل ما حدث السنة الفارطة والقطاع اللي كان يجيب 800 و700 السنة رأيه يجيب 200 و250 و300 ما يفوتش هذا المليء خلاص هذا السنة العام كان الزراعات الطماطم الصناعية موسم قليل فيه المساحة المغروسة كانت بالنسبة للعام الماضي كانت ناقصة نظراً لتخوف الفلاحين القلة القدرة الاستيعابية على المصانع ونقص المصانع بحد ذاتهم يعني مكاشف استثمارات جديدة يعني العام اللي فات كانت نسبة التحويل في ولاية الشلف 1300 ما زالت بالنسبة التحويل 1300 يعني ما ضعفتش على ذلك الفلاحين متخوفين ولاية المدية وابو مرداز وغيرها من الولايات مسها أيضاً مرض الميديو في منتوج العنب فكان مصيره أتلف مما كبد الفلاحين خسائر معتبرة هي عينة من المشاكل التي يتخبط فيها الفلاحون في مختلف ولايات الوطن مشاكل تتزامن وشعارات الحكومة الرامية لتطوير القطع الفلاحي